الوحدة الخامسة أقوم تعلماتي الأسبوع السابع والعشرون الحصة التاسعة التمرين الأول تقويم التعلمات أشطب العنصر الدخل في كل مجموعة غذائية خبز، عجائن، بطاطس، حليب، أرز جبن، حليب، ياغورت، لحم، رائب يقطن، فلفل، فراولة، خس، زبدة سمك، لحم، طماطم، بيض، دجاج التمرين الثاني تقويم تملك نهج التقص العلمي أقارن عدد الحركات التنفسية خلال الراحة عند أشخاص من أعمار مختلفة ثم أملأ الفراغ بما يناسب ينخفض عدد الحركات التنفسية كلما زاد العمر التمرين الثالث أقارن حجم الرئتين خلال الحركة التنفسية وأكتب في البطاقة ما يناسب، يزيد أو ينقص يزيد حجم الرئتين ينقص حجم الرئتين أشير بسهم داخل الدائرة إلى منح الهواء ترجمة نانسي قنقر التمرين الرابع توليف التعلمات أضع علامة في خانة السلوك المضر بالجهاز التنفسي التنزه في الغابة فتح نوافذ البيت كل صباح النوم في غرفة مغلقة بها فحم يحترق الجلوس بجوار المدخنين اللعب قرب مطرح للنفايات ممارسة تمارين رياضية النوم في غرفة مغلقة بها فحم يحترق اللعب قرب مطرح للنفايات الجلوس بجوار المدخنين تقويم توليفي تناول طفل خلال يوم الأغذية التالية الفطور كأس حليب خبز زبدة مربى الغداء قطعة دجاج أرز ياغورت ماء اللمجة قطعة كعك مشروب غازي العشاء بيضة معكرونة ماء أرتب الأغذية التي تناولها الطفل في الهرمي ترجمة نانسي قنقر 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 أحدد هل تغذية هذا الطفل متوازنة؟ أعلل جوابي تغذية هذا الطفل غير متوازنة لأنها لا تحتوي على الخضر والفواكه أقدم نصيحة لهذا الطفل تناول الخضر والفواكه خلال كل الوجبات تناول الخضر والفواكه خلال كل الوجبات فضلاً وليس أمراً ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يدعمنا كثيراً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة